بدأت وتسجيل طيب ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اي مقارنة بين الكاد والبيم. مقارنة محايدة. انا رجل محايد لا تابع دوة لا تابع دوت وما نشجعه خالص. اهم العوامل اللي احنا نعمله عشان نطلع مقارنة حقية ونعرف ان الافضل. اهم حاجة بالنسبة لنا الوقت. تمام? ليه الوقت? لان انا ملتزم بوقت معين وعايز اطلع شغل في معايده. ما مبقاش في غرامات تأخير. وما ندخلش في مشاكل. طيب. لو انا كده اعمل المشروع ده في ستة شهور. البيم هيعرف خلصوا لي ستة شهور. ولا سبع شهور. ولا في سنتين. ولا خصفتها تشهور. ولا في زرار بادوس عليه بيتطلحوا في نفس اليوم. في ماكنة كده بقول له المشروع اهوت. اجي تاني يوم. الاي المشروع خلص. وده. كنت انا رحت عملت اشتغل يعني اول يوم اشتغل في الشركة. فلسه ما استعملت الشغل. فمشغل فيديو تعليمي بفرق عليه. وبعد كده المدير ندهل عشان اقل معي. فاس سبت الفيديو شغاله ودخلت. فالناس بيبصوا على الشاشة بتاعتي. لقيت الماوس بيشتغل وفيه بيحاجات بزيت بيني وحيطان وشبابيك. فقال لك بس البم ده بتروح مسطبه. وتروح تفطر وتيجي تليه خلص المشروع. تمام? ده ده فكرة سيئة وانا سببها يعني احترف بكده. طيب. خلينا نبص كده عساس يعني نعمل المقارنة مظبوطة نشوف نقسم مراحل الشغل للدزاين ودكمنتيشن وكوردينيشن. في وقت الدزاين البم بياخد وقت اطول لحقيقة في بداية المشروع. وبعد كده كل شوية الوقت بيقل. ليه بياخد وقت اطول لان انا بدخل معلومات وتفاصيل من اول حاجة. ما برسمشي جينرك وبعد كده اكتب جنبيها شوية معلومات. لا انا بدخل تفاصيل وبدخل معلومات لان بم بلدنج انفروميشن. ففيه انفروميشن. بينما دزاين بيبدأ في الوقت قليل بعد كده كل شوية بياخد مني وقت اطول طول ما احنا ماشيين في المشروع. فتقريبا في مرحلة دزاين الاتنين قد بعض. تقريبا ممكن نكون في المشروع البم ياخد اه 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 او ياخد اكتر. بس هما تقريبا قد بعض. في مرحلة دوكمنتيشن البم ياخد شوية حاجة خالص لان انت اعتبر معك الشغل جاهز ومرحلة مسلا الاسكادولات الجاهزة والحاجات دي فالوقت قليل قوي اللي بياخدوا في البيم. بينما في الكاد بتاخد وقت كتير جدا في وقت التعمل التعمل في البيم بيقول لي فين المشاكل وانا شغال وببدأ احل المشاكل ديات فما بستناش اه الاخر مشروع وبعد ما بخدش وقت تطويل في الكوردنيشن. يعني انا شغلت في مشاريع كبيرة في الكاد فكت ان انت تعرف المشكلة فين صعبة جدا انو تغطرت ساكاشن ياده وممكن تاخد 3-4 ساعات عشان تسترسم ساكاشن في اماكن معاينة بتبقى فيها مشاكل كتيرة وبعدين ممكن تحرك حاجة تضرب في مكان تاني وانت المكان التاني ده فحصته قبل كده وفيش تفحص تاني فتحصل المشكلة يبقى عاد شهرين ثلاثة تعمل الكوردنيشن وانت بتحرك حركت حاجات وفيها حاجات خبطت وفي الاخر تطلع في مشاكل ما تكشفش غلاثنا التنفيذة فالواقع بيقول او النظري او الخريطة المنتشرة جدا دي بتقول ان البيم هياخد وقت اقلب كتير بس هل الكلام ده حقيقي? لا خلنا نكون منصفين ان احنا فعلا في الواقع العامي لما جينا نطبق اول مشروع فوجينا بالشكل دوت ان البيم خد وقت اكتول بكتير من الكاد ليه? لان انا ما عنديش ستاندرد ما عنديش تنبليت الفريق ما تضربش قبل كده في مشكلة توقف فما حدش عارف حلها فنقعد تلتا ربعة ساعات ندور ننفع لنافتنا وندخل عن نت ونسأل فلان ونسأل علان ونعمل هل ليه لجام ده في فاميلي نقصة فنضطر ان احنا نعملها فالواقع العملي في كم مشروع شغلناه ان البيم خد وقت اطول عشان كده احنا بيقول ان فيها خطوات للبيم ما يفعش شركة تاخد قرار وتشتغل من غير ما يكون في حد فاهم البيم والشغل قبل كده وعارف البيم هو ايه? ويقدر يكودها في الفترة دي لان في شركات كتير قفلت بسبب انها معرفتش تطبق البيم او طبقته غلط. طيب خلينا نبص هنا ده اللي تقد وده البيم طيب البيم من غير تنبليت هنبدأ في الاول شغلة بس احنا شغلين في الديكمنتيشن هتاخد وقت على ما تعمل البقلس كدولات وعلى ما تعمل الحاجات فهتاخد وقت اطول بكتير ويعني ممكن حسب المشروع ممكن تلاقي الوقت بتاعك لان ان ان انت بادئ من غير تنبليت خد اكتر من مشروع تمام? كل شوية تجي تطبع تلاقي فيه مشاكل فتطر ان انت تضبط الطباعة تطر تخش تغير اعداد الطباعة تقدر تخش تصدرت الكات تلع غلط فتبدأ تخش تضبطه تاني وتالي فوقت كتير بديع بسبب ان مفيش تنبليت فده اهمية تنبليت يعني المحاضرة دي بيش انا مقارن بين انكاتب تنبليت للمقارن او الفايدة الحقيقة ان احنا بنتكلم على وجود التنبليت كان واحد كلمني مبارح على موضوع التنبليت فقولت بنشرح فيديو ايه هو التنبليت ولسميته ايه. طيب دلوقتي اللي انا جيت هنا. يبقى انا عند مرحلة سابقة للموضوع دوت قبل اللي ما ابدأ في المشروع ممكن محاضرة هاخد وقت ممكن متاخدش وقت ممكن يكون انا معي تنبليت من اي مشروع من اي حاجة تانية فخلاص انا بادئ بالتنبليت فالغي جزء دوت كيانه مش موجود وهبدأ هلاقي ان اول قارتة معي هي اللي صحة ان انا مش هاخد وقت خالص ليه? لان انا عندي التنبليت بتاعي فطول ما انا شغال بالتنبليت هاخد وقت اقال يبقى البيم هيديني الفوايد لو انا عندي التنبليت مزبوط الفريق بتاعي مزبوط الصندرطة مزبوط الشغل مزبوط الكوبات انسكافيه مزبوطة سكر زي ده غلط تمام? فلازم يكون كل حاجة مزبوطة عشان الشغل بتاعي طلع مزبوط والوقت يبقى قليل ايه هو التنبليت? هو ملف مفوش شغل مفوش غرف ومفوش حاجة بس الاعداد بتاعته مزبوطة يعني بتلاقي فيه الليارات مزبوطة سمك الخط مزبوط اه لو فيه فاميلي بتستخدمها كتير موجودة اه عندك انت مكتبة فاميلي بتاعتك انت الحاجة اللي انت تستخدمها كتير بحيس بش كل شوية تخش تتوقع تدور على النت والدهر ساعتين تلاتة اه لو انا مسلا عندي اه مشروع مسلا اه حمام السباح اول مرة شايف حمام السباح فانمحتاج مسلا اه اوفر فلو فدور عليها فخش ولا حاجة غلط وحملها وتطلع وحشة واضطرها تقول عدل اول مرة شغل فبتاخد وقت اطول تمام فده اللي بيخلي فيه بعض المشاريع بتاخد وقت اطول لنما لو انا عندي اه مشروع بلكده فيه حمام السباحة او انا عندي كل الفاميلي اللي خاصة بحمام السباحة هيخد منه وقت اقل بكتير اي ان كان السوفتورين اللي المستخدمه بس المهم يكون عنده مكتبة لو احنا مسلا كنا شغالين باوتوكاد ارتكشر واوتوكاد اا امي اي بي واوتوكاد وحاولنا للريفت وكان البيم فعلا بياخد وقت اقل في الاوتوكاد بس لما حاولنا الريفت حاولنا بدون خطة ودخلنا مشروع كبير وبدون الخطوات اللي احنا كنا بنقولنا عليها في البيم فنلاقي الموضوع ضرب معنا لان احنا بدقين من غير تمبليت بدقين من غير قطة بدقين من غير صاندرد بدقين فتلاقي الموضوع آآ بهوأ مننا تمام فان شاء الله للناس تكون نستطيع فكرة آآ اهمية تمبليت وخلي بالك احنا الموضوع باش كاد وموضوع بيم ولا احنا بناخد فلس من البيم ولا بناخد فلس من كاد الفكرة كلها ان احنا عايزين نعمل مشروع مصبوط لو الكاد هيعمل لك الشغل بتاعك احسن من البيم روح للكاد وده حقيقي ممكن في مشروع انا اقول لهم احنا هنشغل مشروع ده كاد يعني فرض ان احنا بنعمل مجموعة من الفلال وفيلا واحد دي معمول اصلا كاد ومعنا التصميم بتاعتها كلها جاهزة ومعنا الحصر بتاعها الحقيقي ومعنا كل المعلومات بتاعتها فواحد يقول لنا نعملها بيم طب نعملو بيم ليه ما احنا عندنا عندنا الكاد دوت نفس المعلومات دي هاخد اعمالها في الاتنين وفيلا تلاتة وفيلا اربعة معي الحصر ومعي الحل ومعي المشاكل الموجودة فين وحلها وكل حاجة ليه اروح للبيم يبقى انا كده مش فاهم بيم وبعم حاجات غلط يعني بكده كنا بنتكلم في موضوع الليد فواحد بيقول ايه مش رف بشكل كنفكاترا احنا هنحط اماكن للدرجات بحيث ناخد درجتين من يا عم تحط تاخد درجتين ايه بقى انت كده مش فاهم الليد انت كده بسيقل الليد هتاخد درجتين بس مفيش حد يستنفع بهم يبقى انت بتكلف تكلف زيادة وانت عارف ان مفيش حد هيجي في الحر دوت يعني منزيع في الحر وده هفاكر الموظفين اللي هيجوا هيجوا بعجلة مين اللي هيجي بعجلة في الحر دوت يعني انت انت بمجرد حفظ مش فاهم تمام الفكرة اللي اللي واحد يبقى فاهم ايه هو بيعمل ايه ولازمته ايه وليه وازاي وحيات زي كده انا عدت بالكامل مع واحد متخصص جدا في الليد ودكتوراه وحيات زي كده فقال ده ممالوش اي لازمة في الليد ده كان كلامه تمام وانا يعني مش متخصص فما اعطلتش عدتني مع واحد وما كانش دارس ليد بس بس فاهم كويس تمام فقال لي لأ قال لي شو راح للليد قلت له وقال لي لأ احنا عدنا بنعمل كزا ولو غيرت كزا هنعمل كزا وعدنا نتناقش وجيم واحد تاني معنا وعدنا في افكار حلوة جدا ينفع نطبقها تحقلنا الليد في مجال ان احنا نختار نوع السيستم اللي هنشغل بي ايه ونختار نوع المتيريال ونختار المكان هتعمل ازاي وممكن نغير التصميم وممكن يعني في حاجة كترة جدا الافكار حلوба جدا ممكن نطبقها فاني احنا مش عmberنا نحافظين ان دا احسن بالداقة لا ممكن في مشروع اقول لك لمشروع ده هنشغله كد في المشروع ده هنشغل بال pratique كد لي مش شغل بالريفن في مشروع ده هنشغل fellowship bari care في المشروع ده هنشغل ايه ان احنا نعمل شغلة مزبوط ان احنا نطلب شغلة مزبوط ان نبقى فيه ان انا اقلل التكلفة يعني فيه واحد بيبقى المشروع معمول ويعني عايز يعملوا بيم المجرد انه يعملوا شكل بس بيش عايزوا يعني لو عايزوا العاملوله بس هو عايزه لمجرد شكله يتقلبه ايه ده انا عامل مشاريع بيم محافظة كده فده كلام تاني. وانا شكل ده اولت عليكم. سلام عليكم.